مشاهدين وينضم إلينا مباشرة من البصرة معين الحسن معاون المحافظ سيد معين أهلا بك معنا في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم سؤالي الأول سنبدأه من عملية فرض القانون وما يحدث في البصرة سيكون سؤالي الأول من شقين الشق الأول هل بدأت العملية وخطواتها تنفيذية بالفعل ومتى ستنتهي أما الشق الثاني عملية فرض القانون كان من المتوقع أن تكون عملية واسعة وضخمة تشمل أجزاء واسعة من البصرة إلا أن سيد رئيس الوزراء حيدر لعبادي قال بأن العملية ستكون محدودة هل لك أن تطلعنا على أبرز المناطق التي ستشملها هذه العملية نعم شكرا جزيلا لك سيزيني وشكرا لمستعيمي قناتكم الكريمة بالحقيقة زيارة دولة رئيس الوزراء هذا اليوم كانت حملت عدة ملفات فيما يتعلق بالشق الأول من سؤال حضرتج والمتعلق ببدء العملية الأمنية نعم بدأت الحملة الأمنية وهذه الحملة حقيقة هذه المرة تختلف عن باقي الحملات لكونها حملة منظمة بشكل دقيق جدا وهذه الحملة هي لا تؤثر على المواطن لدرجة أنه لا يشعر فيها المواطن فقط هناك إجراءات تم اتخاذها بحق المطلوبين قضائيا وهناك تكثيف للجهد الاستخباري عن وجود هؤلاء وعن وجود الأصابات وهناك تنسيق عالي فيما بين السيد قائد العمليات وسيد بطير الشرطة والقوات العسكري القادمة من البصرة وهناك تعزيز كامل لأي خرق أمني ممكن أن يحصل أو حصل في السنوات الماضية وموثق لدى أجهات والتحقيقات القضائية وبالتالي تم التنسيق مع مراكز الشرطة أيضا حول المطلوبين قضائيا ونفذت هذه الحملة بدأت بضرب الأهداف المطلوبة كذلك ستعالج أيضا القضايا المتعلقة بالانفلاتات العشائرية في شمال بصرة كذلك المؤسد ببين في هذا الانفلات هذه وغيرها كلها بدأت الحملة الأمنية بشكل منظم لا يشعر فيها المواطن البصري باعتبار أن الأمن يتقاطع مع راحة المواطن وإلى كم من الوقت ستستمر سيد ممين؟ ومن أجل أن يكون المواطن مرتاح كانت الحملة هي منظمة جدا نعم نعم سيد زين إلى كم من الوقت ستستمر هذه العملية؟ العملية طبعا غير محددة بوقت محدد كما يعلم الجميع أن الجهد الاستخباري مكثف ولكن يبدو أن هناك لربما بعض الأهداف تستغرق وقت طويل ولكن الأهداف العامة تم تحديدها بشكل مباشر طبعا فيما يتعلق بالشق الآخر من سؤالك طبعا هذه الحملة نعم هي تشمل مناطق عديدة لا تقتصر على منطقة دون أخرى ولكن بدأت مثلا صباح اليوم على سبيل المثال في منطقة القبلة تم تطويقها بالكامل وتم القبض على عدة عصابات وعلى مطلوبين قضائيا وتم اتخاذ الإجراءات وإحالتهم إلى القضاء في خضم حديثنا عن هذه العملية هناك من يقول سيد معين بأنها عملية تحمل أبعاد انتخابية تصب في مصلحة السيد العبادي والدليل على ذلك هناك من يقول تم الإعلان عنها بكرا حتى قبل مؤتمر إعادة إعمار العراق والتي كان من المفترض أن تنفذ بعد المؤتمر وأيضا دليل آخر من يقول بأن ذهاب العبادي هذا اليوم إلى البصرة كلها تصب في صالح العبادي كيف ترى الموضوع؟ البصرة مدينة مهمة ولا أراه بالطريقة التي طرحت حقيقة الأراء تتباين فيها الموضوع لكن الجانب هو جانب وظيفي حكومي مهني السيد المحافظ متواصل مع دولة رئيس وزراء بخصوص استحقاقات البصرة هذا اليوم عندما وصل إلى البصرة تم عقد جلسة مع السادة أعضاء المجلس بحضور السيد المحافظ ونائبه الفني وتم مناقشة أدة ملفات ليس لها أي علاقة بالجانب الانتخابي ما هي أبرز هذه الملفات التي تمت مناقشتها هذا اليوم؟ أبرز الملفات حقيقة كان ملف الأمني وتحدثنا عنه بالطريقة المنظمة التي لا يشعر بها المواطن وأيضا كان هناك مناقشة لعدة ملفات منها ملف الطاقة الكهربائية هناك مشاريع متوقفة تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى خطوط ناقلة كلفتها 6 إلى 7 مليار حقيقة سيتم معالجتها إن شاء الله وعدنا بتوفير الأموال لهذه المشاريع طبعا تم مناقشة أيضا البطالة هذه البطالة حقيقة نوقشت بشكل يتعلق بالجولات الاستثمارية والشركات الاستثمارية باعتبار هناك عقد أو فقرة في العقد تتضمن موضوع التدريب والتطوير يجب أن يكون ليس لا يقتصر على الكوادر النفطية بل يجب أن يكون يشمل باقي أفراد المجتمع كي يتمكنون من الحصول على مؤهلات تؤهلهم للعمل في الشركات الاستثمارية نعم واضح سيد معين أبرز أبرز موضوع ومهم بالنسبة لمحافظة البصرة هل تم مناقشة عائدات البترو دولار وإدراجها ضمن موازنة العام الحالي وكذلك موضوع المنافذ الحدودية طبعا السيد المحافظ أيضا تحدث في هذا الموضوع بشكل منفرد وبشكل عام حول استحطاقات البصرة وهي على جانبين المنافذ الحدودية وطبعا لدينا منذ خمسة سنوات لم تسلم البصرة عائدات المنافذ الحدودية وقيمتها خمسين بالمئة من هذه العوائد طبعا أيضا موازنة استثمارية طلبوا بعض السادة أعضاء المجلس رئيسة لجنة تطول العمار ناقشت قرار 437 المتعلق بإيقاف المشاريع أو استثناء البصرة من بعض المشاريع المهمة كطريق الفاو طريق أيضا قضية مشاريع مجاري الزبير قضية مجاري القبلة لا غيرها من المشاريع أيضا نقش ملف البيئة المتعلق بحقن المياه الجوفية هذه ناقشت من قبل الأخرى استجنة الصحة كثير من الملفات نقشت أيضا نقش ملف الاستثمار فيما يتعلق بوجود الاستثمار في البصرة حقيقة الفيزا يجب أن تمنح من قبل السادة المحافظين باعتبار أن وزارة الداخلية لدينا معها مشكلة في بغداد وتتأخر في منح سمة الدخول للمستثمرين والعاملين غيرها من المشاريع أيضا ملف شحة المياه المتقع في البصرة أيضا تم حقيقة معالجته هذا اليوم وتم توفير الوقود لوزارة الموارد المائية بغيث ضخ الكميات الكافية لأنهر حوض الفرات وكذلك حوض البدعة طبعا لدينا أيضا مشكلة في قلة الإطلاقات المائية أوعز دولة رئيس الزراء لقيادة العاملات أن توفر الوقود اللازم لهذا الموضوع وأيضا هناك مواضيع أخرى حقيقة وجهها إلى اللجنة المختصة لمعالجة أزمة المياه وهذه اللجنة هي برئاسة الأخ وكيل وزير البلديات جابر الحساني وعضوية آخرين مختصين وحقيقة إن شاء الله الاستعداد موجود والهمة موجودة لدولة رئيس الزراء ولا يوجد أي بعد انتخابي في هذا الموضوع كما ذكرت الموضوع هو يتعلق لإجراءات خطمية هناك من يقول هناك من يقول خاصة أشكرك نائب رئيس مجلس المحافظة هو من صرح بهذا الموضوع لم تخني المعلومات والله أنا تحدثت بشكل مهني والحديث كان بشكل مهني صرف ولم يتم التطرق إلى جوانب انتخابية وحقيقة كما ذكرت لك البصرة لديها استقاطات وطالبناه بالنجوء إلى البصرة معنا مباشرة من البصرة معين الحسن معاون المخافظ حفظ